قد كشفت مفاوضية الانتخابات حقيقة الأخبار المتدولة عن تقدم رغض ابنة الرئيس السابق صدام حسين إلى الانتخابات النيابية المقبلة وقالت مساعدة الناطق الإعلامي للمفاوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراسة بسويدة في تصريح لوكالة المعلومة أنه لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض البرامج التلفزيونية بشأن ترشح رغض ابنة الرئيس الأسبق صدام حسين إلى الانتخابات المقبلة مبنية أن اسمها وتفاصيلها غير موجودة لا بقوائم المرشحين ولا بسجلات التحالفات التي صدقت عليها المفاوضية وأكدت أبو سويدة أن المفاوضية وفي حال التقدم ابنة الرئيس السابق صدام حسين بطلب الترشح سيتم استلام أوراقها ومعاملتها وفق الإجراءات المتبعة مع بقية المرشحين من ناحية التحقيق من سيراتهم الزاتية وخلفياتهم السياسية وتفاصيل أخرى متفق عليها مع الليجان المعنية وأضافت أيضا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من المفاوضية والتربية والتعليم العالي والدفاع والداخلية والمساءلة والعدالة للنظر في التحقق في سلام السير ومعلومات المتقدمين للترشح إلى الانتخابات وأيضا كالزهر مصدر ينفي نية رغض صدام حسين للترشح للانتخابات لرئاسة الوزراء العراقية وقال المصدر أن الخبر شائعة وكذب فابنة الرئيس السابق صدام حسين لم تصرح بذلك إطلاقا وتنفيه بشدة اشتركوا في القناة